شهدت عاصمة محافظة المهرى مدينة الغيضة وقف احتجاجي أمام المجمع الحكومي وأخرى أمام مساحة البريد للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية وتنديدا بزيادة ساعة انطفاء الكهرباء ورفع المحتجون لافتات تنديد بين قطاعة الكهرباء وخدمة المياه وتطالب السلطة المحلية بالمحافظة بوضع حلول جدرية لمشكلة انقطاع التيار الكهرباء وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة ونيابة الأموال العامة وتسقيرها في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين كما طالب المحتجون رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي والسلطة المحلية والجهدات العلاقة وضع حد للفساد والفاسدين والذين تسببوا في تدهور الخدمات الضرورية بالمحافظة والتوضيح للرأي العام سبب تردي الخدمات الضرورية بالمحافظة مؤخرا وتخفيض سعار المشتقات النفطية سوطا بالمحافظات المجاورة ومرعد ظروف المواطنين في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وانخفاض دخل المواطنين والعديد من المطالب الضرورية المرتبطة بحياة المواطنين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة